ثلاثة أعوام من الحرب في اليمن انقضت مخلفة تاركة ثقيلة من المآسي الإنسانية أكثر من ستة آلاف شخص قتلوا منذ بدء الحرب عام 2015 منهم 1500 طفل بحسب الأمم المتحدة في حين بلغ عدد المصابين قرابة عشرة آلاف عداد مهولة وردت في تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن التحالف تسبب بوقوع ما نسبته 61% من إجمال عدد الضحايا فيما ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع 39% الغام الميليشيا أيضا بحسب تحالف رصد تسببت بمقتل 189 وجرح 225 آخرين لم يكن هذا وحده ما نتج عن النزاع الدائر في البلاد بل إن 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية منهم نحو 17 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء بحسب منظمة الفاو موت جوع وعطش هذا ليس كل شيء فتقارير الأمم المتحدة عن تدهور الوضع الإنساني أكدت احتياج أكثر من 15 مليون شخص للدعم الصحي حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفايات جراء وباء الكوليرا بلغت أكثر من 2200 شخص في حين تخطى عدد المصابين بالوباء المليون منذ تفشيه فيما ارتفعت عدد الوفايات جراء مرض الديفتيرية إلى 72 حالة منذ بدء تفشيه في أغسطس الماضي وتجاوزت حالات الإصابة بالمرض الألف يضاف إلى ذلك تزايد معاناة مرض الفشل الكلوي بسبب غياب الدعم عن مراكز الغسيل والحال لا يختلف أيضا مع مرض السرطان الذين يزداد عددهم سنويا نحو 30 ألف مريض بحسب المنظمة فصول عديدة من المعاناة كانت تشرد والنزوح أبرزها وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن أكثر من مليوني شخص لازلوا مشردين بسبب الصراع فضلا عن من هجرتهم الميليشيا من قراهم ممثلة اليونسف في اليمن قالت إن جيلا كاملا من الأطفال يكبرون وهم لا يعرفون سوى العنف فقد بلغ تجنيد الأطفال في اليمن أعلى مستوياته وحرم مليون طفل من التعليم في حين تزوجت ثلاثة أرباع جميع فتيات اليمن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة